الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد كان العرب في جزيرة العرب إخواني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مولده يمرون بأحوال جهل وجاهلية كما وصفهم العلماء حين ذاك علماء التاريخ فكانوا يعبدون الأصنام وكانوا مشتتين مفرقين وكانوا يعملون عبادات وكانوا يعملون أيضا غير العبادات الجاهلية التي ليس لهم من الله بها سلطان وليس لهم من الله دليل فكان أحدهم يعبد الأصنام والأحجار يجعل من الأحجار على هيئة صنم فيعبده أنذاك وكان بعضهم الذي لا يجد الحجر يعمل إلها من الأصنام على أبي التمر يعمل صنما من التمر ثم إذا جع أكل إلهه ويجعلونه معهم في سفرهم وفي حضرهم أيضا جزيرة العرب كانت قائمة على بعض العادات السيئة فكانوا أنذاك شربون الخمر ويقتلون البنات ويسمى بوعد البنات وكانوا يهمشون المرأة وكانت عندهم عصبية وكان عندهم القتل وكان عندهم شرب الخمر إلى غير ذلك من العادات السيئة التي كانت منتشرة في جزيرة العرب فكانوا يحتاجون إلى شخص يوحدهم وشخص يجلب لهم الخيرات وشخص يعني يعمل ما بوسعه حتى يوحد هذه القبائل التي ترجع إلى شيخ القبيلة أو إلى كبيرها فيكون كالأب لهم يحبهم ويحبونه يفعلون ما يأمرهم به وبذلك يعملون العادات السيئة في مقابل ذلك أيضا يا إخواني قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك عادات للعرب جميلة وطيبة جدا منها إكرام منها إغاثة الملهوف وإكرام الضيف إلى غير ذلك من العادات الجميلة التي حين مولد النبي صلى الله عليه وسلم تخلق بها ولما بعث صلى الله عليه وسلم رسخها في هذا الدين العظيم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يتخلقون بهذا أخلاق هذا الدين العظيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين